أنا عايزة بس أفكركم افتتاح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية إن شاء الله يوم الأربع بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ففيه شغالين مع الجهتين وبنشكر المجلس القومي للمرأة أيضا بالتعاون السريع في المشروع أو المعرض اللي هيقام لأول مرة وإن شاء الله يكبر السنة الجاية بإذن الله المعرض اللي بنعمله النهاردة مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية زي ما ذكرت فيه أكثر من 80 عارضة وعمر بيقال إن دول سيدات ورجال بيعملوا مشروعات معظمهم من بيوتهم معظمهم عايزين فرصة لترويج أكثر للبضاعة الخاصة بيهم ويمكن كمان بيحلموا بالتصدير وده اللي احنا عايزين نساعدهم فيه في المرحلة القادمة دي كانت البداية مع المتحدة أو مهرجان العالمين في هذا العام ولكن يعني أحلمنا أكبر من كده إن شاء الله ويمكن فكرت أنا وعمر بيه إن إحنا ليه ما نعملش دوري رياضي للمتحدة ويبقى اسم المتحدة في العالم عالمين في المهرجان يبقى فيه مسابقات رياضية فيه سيدات بتلعب رياضة فيه شباب بتلعب رياضة فيه شايفة البنات كلها بتهز رازها فيه أطفال جاية ومستهدفة إن هي تدخل في هذا الدوري بألعاب مختلفة كرة قدم ممكن أنا شايفة بادل تينيس ممكن يبقى تينيس نفسه ممكن يبقى يعني تشيس شطرنج ممكن يبقى أفكار كتيرة قوي ولكن عايزين كده السنة جاية نستهدف إن يبقى عندنا دوري المتحدة بإذن الله وإحنا على الأتم من الاستعداد نشارك بفريق التضامن عندنا فريق للرياضة النقطة الثانية اللي إحنا هنشتغل فيها أكثر في هذه الفترة إن شاء الله نلحق هو إن ندي فرصة لدور الرعاية اللي فيها أطفالنا وأبناء مصر إن يقدروا ييجوا يستمتعوا بالشاطئ اللي موجود دي شاطئ المتحدة الموجود في العالمين فنقدر ننسق رحلات يعني هنحاول نلحق نجرب تجربة السنة دي إنما من السنة الجاية بإذن الله هيبقى فيه خطة منظمة إن ننطلع دور الرعاية ويمكن كمان دور المسنين إذا قادرنا للشاطئ وليه العالمين بإذن الله فدي الخطوة الثانية الخطوة الثالثة اللي أنا عندي نقطة ضعف فيها جمدة جداً هو نبتة وهدي البيبي الجديد للمتحدة أنا شايفها بيبي مهم جداً طفل مهم جداً لأن إحنا عايزين يبقى فيه إنتاج أكثر للأطفال إنتاج مصري إنتاج برسائل مصرية ونقدر ناخد المساحة اللي أطفالنا قاعدين بيتفرجوا على منتجات كثير منها منتجات أجنبية أو غريبة أو غربية علينا فيبقى عندنا ضخ هذه المواد الكرتونية في السن الأصغر إنما كمان نبتة هيعمل تدريب لريادة الأعمال هيعمل تدريب للتمثيل ويمكن نكتشف بقى أطفال موهوبين في هذا المهرجان المهرجان ده لو الأطفال لو كمل بنفس المستوى للأعوام القادمة واكتشفنا موهبين واكتشفنا مواهب للأطفال هيبقى طول عمرهم فاكرين إن اللي اكتشف موهبتهم المهرجان ده ده مهم جداً جداً أنت بتطلع كل الطاقة اللي ممكن تكون موجودة عند أطفال وما عندهمش المساحة إن يظهروها فأنا من أكتر الحاجات اللي أنا سعيدة بيها هو مهرجان نبتة بإذن الله والكاركتر اللي اخترعوه جديد كيكو هم عندهم دايماً أفكار جديدة وسعيدة إن ما عندنا كاركتر زي شخصية زي نورة البنت المصرية الجدعة الرول موضل القيادة الحلوة اللي تقدر كبان بنات تتشبه بيها وساعدتنا فيها كتير المتحدة وإن شاء الله يخرجوا بالموسم الثاني طبعاً غير يحية وكنوز وغير كل البرامج ولكن ضخ أفكار كارتونية تقدر تساهم في تعليم الأطفال أعتقد المتحدة قامت بي باقتدار صراحة أنا ده سرون مراسطة أكسترانيوز في البداية حب أرحب بحضرتك وكنت عايزة أسأل يعني وزارة التضمن بتشارك في حملة إيد واحدة وتعتبر الحملة يعني من ضمن استراتيجية التعاون ما بين جميع الوزارات وجميع مؤسسات الدولة فكيف يتم التعاون في هذه الحملة حملة إيد واحدة أولاً الحملة دي حملة فكر فيها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني ده أول تجمع يعني قوي للمجتمع المدني الأهلي تقريباً ستة وتلاتين كيان تنموي وراهم ألافات مؤلفة من الجمعيات الأهلية الفكرة كانت إن إحنا ننزل يعني التحالف الوطني مع وزارة التضامن مع الهلال الأحمر مع كافة الشركاء المعنيين نقدر ننزل مدي خدمة سريعة ومواد غذائية لمدة ست شهور يعني لغاية آخر السنة بإذن الله على مليون ونص أسرة النهار ده التحالف الوطني والوزارة التضامن بيشتغلوا جنباً إلى جن أولاً عشان نعرف الاحتياجات اللي محتاجاها الأسر فما نقدرش ما نديش لأسرة حكتين يعني خدمتين وأسرة تانية ما بتاخدش أي خدمات فنقدر نبقى عندنا خريطة متكملة من الخدمات بالتعاون مع التحالف الوطني التحالف الوطني كمان بيساعدنا في تقديم يعني 500 ألف أسرة بيكملونا في تكافل وكرامة فالنهار ده لو فيه أربعة وسبعة من عشرة مليون أسرة بتقدموا وزارة التضامن 500 ألف أسرة بتقدمهم بتقدموا بالتحالف الوطني فبالتالي فوق الخمسة مليون أسرة بنجتمع فيهم مع بعض أما بيحصل خطة وطنية لتخارج بقى من دائرة الفقر للأسر هو ده الأهم إن احنا نعود الأسر مش بس على أنهم ما ياخدوا تكافل وكرامة ولكن كيفية الإنتاج وكيفية الخروج من العوز وبنشتغل مع التحالف الوطني بإذن الله بخروج خطة تمكين اقتصادي كبيرة إيد واحدة على فكرة مش مبادرة إيد واحدة فكرة فكرة إن كل الناس تشتغل مع بعض إيد واحدة عشان نقدر نقدم أحسن خدمة ونستهدف الأسر المحتاجة الخدمات الحقيقية وبالتالي نكمل بعض ما فيش داعي لأي نوع من الاستهداف المتكرر لأن مواردنا محدودة ولكن التكامل مع بعض هو معناه إيد واحدة فإن شاء الله مكملين إيد واحدة ممكن النهاردة منشتغل على التوزيع المواد الغذائية ولكن بإذن الله هنكمل إيد واحدة في كثير من الأنشطة مع التحالف الوطني للعمل أهل التنبع بسأل خير دكتور برحب حضرتك أنا محمد شهين مراسل قناة CBC وحابب أسأل حضرتك عن خطة ورؤية الوزارة لتعزيز برامج الحمال الاجتماعية للعاملين داخل المدن الجديدة وكل محافظات الجمهورية لأنه مهرجان العالمين في بداية التجهزات لي وفر حوالي 50 ألف فرصة عمل فخطة الوزارة تبقى إيه؟ لتعزيز برامج الحمال الاجتماعية للعاملين في المدن الجديدة إحنا بنتكلم على تمكين اقتصادي أو شراكة مع القطاع الخاص ودي نقطة مهمة جداً إن اللي أنتوا شايفينه قدامكم كل شركات صغيرة قطاع خاص في مختلف المجالات وبالتالي أنت قلت كل الأعداد من الفرص العمل المهم أن وزارة التضامن هي اللي توفر فرص العمل المهم أن الاقتصاد يستمر في هذا النهج بأعمال كثيرة فيبقى عندك فرص عمل متتالية أهم حاجة أنت لما يبقى عندك فرصة عمل ادفع التأمينات أنا مش هديك مظلة أنت عندك فرصة عمل تتأكد أن شركتك بتدفع اللي بتشتغل معها بتدفع حصتك من التأمينات دي أهم حاجة مظلة التأمين في مصر إن شاء الله بإذن الله بتوجيهات السيد الرئيس بإذن الله بنشتغل على دراسة لدخول الأسر الأولى بالرعاية في المظلة التأمينية بإذن الله تأمين صحي وده الأهم في هذه المرحلة إنما بالنسبة لشاب زيك تأكد تأكد مليون مرة تأكدوا إن الشركات اللي بتشتغل معاكم أو بتشتغلوا معاها بتدخلكم في التأمين وتدفع عنكم التأمين مهمة قوية مش الوزارة اللي هتقدر توفر لك الحماية إنما أنت اللي هتقدر تحمي نفسك بالعقود اللي تقدر تبقى حمياك وبتدفع التأمينات النقطة الأهم كمان إن أنا سعيدة جدا بعدد الشباب اللي بيشتغل أفكار كتيرة مهرجان العالمين خطوة تشتغلوا فيها المهم إن إحنا نكمل هذا العمل وما نبطلش نشتغل ما نستناش وظائف أفكار أفكار شباب بيطلع أفكار عظيمة والأهم إن أنت يبقى عندك القدرة الإنتجية هي دي الحماية الإجتماعية أنا أقدر أديك إيه بقى؟ أقدر أديك تدريب أقدر أديك تأهيل أقدر أديك توعية إنما تخلي بالك إن الشركتها تتأمن عليك ما يزوغوش تفضل مساء الخير كريم بيبرس القناة الأولى حضرتك اتكلمت عن حاجة مهمة جدا وهي فكرة ذوي الهمم والتيسيرات اللي بنقدمها الذوي الهمم شاركوا كمان في المهرجان في كرة السلة شاركوا في البولي شوفناهم إيه التحديات اللي حضرتكم واجهتوها عشان تيسروا الحاجات دي ذوي الهمم وإيه الخطوات الجاية عشان ندمجهم أكتر معنا سواء في المهرجان أو بشكل عام في العالمين يعني أنا أعلن من كم يوم كده إن بطاقة الخدمات المتكاملة إن شاء الله هتبقى لجنة واحدة فيها كل الهيئات منها وزارة الصحة وزارة التضامن التأمينات التأمين الصحي كله في مكان واحد زي وان ستوب شوب كده عشان يقدر ذوي الهمم يقدروا يطلعوا الكرنين ويتكررش الزيارة لأن طبعا ممكن كانت تكرر الزيارة تقريبا ثلاث مرات النهاردة هيبقى كلهم موجودين في مكان واحد فده أول تسهيل النقطة التانية اللي أنا ذكرتها هنطلع كل البطاقات اللي موجودة عندنا اللي كانت فيها بعد التأخر يعني فتقريبا في المرحلة دي هيطلع عشرين ألف بطاقة كان فيه تأخر فيهم بس الحمد لله حل لنا المعدلة النقطة التالتة هي الوعي الأهالي من أهم الحاجات اكتشاف الأسرة للإعاقة من فترة من بدري قوي فإحنا بنشتغل على توعية الأسر بالإعاقة اللي ممكن تبقى إعاقة فبالتالي ممكن بعض الحاجات تنلحقها بدري فما تتدرش الطفل أو الطفلة فيها آخر نقطة هي التأهيل كمان للإهالي لو عندهم طفل دوي إعاقة وإزاي يقدروا يتعاملوا معاه وطبعا في الجماعات بنفتح بنقدر نغطي طلب المساعدين في الإشارة خاصة لو الطالب عنده إعاقة فمنوفر له هذه الخدمة اللي أنا شايفة النهاردة في العالمين هو فتح أفاق مختلفة للدوي الهمم الشاطئ اللي مفتوح والرحلات اللي بتيجي وتستمر هذه الرحلات ده فرصة حلوة والإدماجهم في كل الأنشطة مهمة جدا أنا أعتقد المتحدة أخذ بالها إنه هيبقوا مدمجين في نبتة هيبقوا مدمجين في المسر هيبقوا مدمجين في كافة الأنشطة ونشتغل أكثر وأكثر المجتمع النهاردة بقى واعي وعنده وعي كافي بالأسر واحتياجاتها لو عندها دوي إعاقة وكمان الخدمات اللي موجودة الوقت نقوم نشوف إيه ده في رامب هنقدر نطلع الكرسي ولا ما فيش طب هيوصل للشاطئ إزاي لقيت المتحدة عاملة الممر الخشبي علشان يقدروا أبنائنا اللي عندهم على كراسي عندهم إعاقة يقدروا يمشوا على هذا الممر إلى الوصول إلى الشاطئ الاتاحة يعني بناخد بالنا منها وإن شاء الله كل سنة هتلاقوا تطور في هذا العمل في قلب العالمين بإذن الله أو المهرجان يعني تمام أشكركم شكراً وكل سنة وإنتوا طيبين وعبال كل سنة إن شاء الله شكراً